السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا اخوان عساكم طيبين ان شاء الله تكونوا بصحة سلامة بل في خير اول شي صلى على رسول الله اللهم صلى وسلم عليك يا رسول الله طيب مقطعنا اليوم اللي هو ملابس شخصية البنت كما وعدناكم في المقطع السابق يعني سبع ملابس اللي هي ديدلاي مدمج مع السراويل النادرة لا اطول عليكم في المقدمة فقبل ان نبدأ لا تنسون تشيكون عن جميع الرابط اللي في الوصف ولا تنسون تخشون المتجر يا حبايب وبظل لكم كود الاتم شوب حق فورتنايت فاتمنى لكل يدعمني وبس هذا اللي كان عندي فقبل ان نبدأ لا تنسون الاشتراك والنشر اللايك والدستايك راح يعبر عن رأيكم في النهاية فخلنا نبدأ في خطوات القليج والان يا حبايب رجعنا مرة اخرى طيب خلينا نقول لكم ثلاث اشياء في الاعتبار اول شي راح نحذف الشخصية الثاني اللي تكون عن اليمين اللي تكون هي شخصية ولد خلاص لازم ضروري الشي الثاني راح نخلي جميع فلوسنا في البنك زي ما سويتنا حطت فلوسي في البنك ثلاثة راح نحذف جميع ملابسنا باستثناء لبس تلبس وانت وما راح يختفي من عندك الى نهاية المقطع طيب يا حبايب اول شي نرفع الجوال عشان اوريكم من فين نحط الفلوس يعني البعض منكم يعني ما يعرف نروح هنا في ذا المكان وبعدها نزل تحت وبعدها الماين منيو دي وبعدها اول واحدة وتحط فلوسك كلها في البنك تمام تضغط يس مزبوط مزبوط الآن نروح هنا نضغط سهم يمين بدن مربع ونحذف جميع اللي هو تصاميمك حقات الشخصية وتلبس اللبس اللي انت ما تبغاه يروح من عندك زي ما تمشايفين حدفت جميع التصاميم الآن يا حبايب نضغط start online وبعدها الكلمة هذه اللي اسمها swap character نضغط عليها x وبعدها x والآن يا اساطير جينا في اللي هو swap character زي ما قلت لكم لابد تكون شخصية البنت على اليسار بهذا الشكل ويكون الولد على اليمين خلاص إذا كانت بنت لابد تختارها ولد تمام تمام نضغط عليها x وراح يقول لنا اني راح ينقول جميع الليفل شخصية البنت على شخصية الولد زي ما تمشايفين نضغط x والآن زي ما تمشايفين يا حبايب يعني كذا نضغط على طول save continue تمام نضغط save continue ونسميها اي اسم وبعدها r2 ونضغط x وراح يرسبلنا في ال online وارجع لكم مرة ثانية والآن يا حبايب رجعنا مرة أخرى في شخصية الولد وراسبلنا في السيرفر العام طيب الآن نبدأ في التصاميم وبعدها بنكمل باقي الخطوات طيب الآن راح نروح عند القنصان نضغط save يمين وبعدها راح نروح رقم 27 نضغط على 27 بالx وبعدها رقم 32 نضغط على 32 بالx يا حبايب الآن راح نروح عند الشوز نضغط save يمين عند الشوز وبعدها رقم 2 وبعدها رقم 2 الآن راح نروح عند الـ x سوارات نضغط save يمين عند الـ x سوارات وبعدها راح نروح عند الـ gloves وبعدها راح نروح رقم 12 نضغط على 12 بالx طيب الآن راح نتوجه عند الشورتات نضغط save يمين الآن نروح رقم 3 وبعدها رقم 10 الآن رقم 10 رقم 10 الآن نضغط عليها بالـ x نضغط مربع راح يعطينا اللي هو السلوال الأبيض مع added line الأبيض وكتبنا عليه white طيب الآن نرجع بالدائرة وراح نروح رقم 3 تمام اللي هو الشورت يعني وبعدها اللي هو رقم 14 زي ما نحن في القائمة ورقم 14 عشان اختصر لكم يعني نضغط على رقم 14 بالـ x وبعدها مربع ونكتب في خانة رقم 2 اللي هو added line الأحمر تمام تمام الآن added line الأحمر طيب نرجع بالدائرة وراح نجيب اللي هو added line الأخضر نروح رقم 18 نضغط على 18 بالـ x تمام وزي ما أنتم ونفس كل شي نفس التصميم بالشورت بالـ بالشوز وبالـ t-shirt وبالـ gloves تمام نضغط على رقم 18 x ونضغط مربع ونكتب عليه اه شي اسمه اللي هو added line أخضر نكتب عليه green انتم امشوا معاي بالترتيب خلاص امشوا معاي ايش بالترتيب كتبنا عليه green الآن نرجع بالدائرة وراح نروح اللي هو اللي هو added line الوردي نروح رقم 15 نضغط على 15 بالـ x وبعدها مربع ونكتب عليه pink وبعد ما كتبنا اللي هو pink طيب السروال الرابع الآن نروح للسروال الخامس نرجع بالدائرة واللي هو added line البنفسجي نروح رقم 16 نضغط على 16 بالـ x وبعدها مربع ونكتب عليه purple وكتبنا عليه purple بهذا الشكل طيب الآن رح نجيب اللي هو added line الأزرق نرجع زي كده بالدائرة ونروح رقم 13 نضغط على 13 بالـ x وبعدها مربع ونكتب في خانة رقم 6 اللي هو blue عشان لا اللي اخبط تمام انتم امشوا معايا في الترتيب يا حبايب عشان لا تلخبطون معايا طيب أنا رح نجيب اللي هو السروال البرتقالي والأخير نرجع بالدائرة ونروح رقم 17 نضغط على 17 بالـ x وبعدها مربع ونحفظ اللي هو اللبس ونكتب عليه orange بعد ما كتبنا عليه كذا orange اوكي شباب كذا احنا خلصنا جميع التصاميم لشخصية الولد عشان نقولها شخصية البنت دائرة دائرة الان بس اوريكم يعني اوريكم الملابس نضغط ساهم يمين وبعدها save وبعدها ويريكم هذا يعطينا السروال الابيض وراح ندمجه مع عدد لانا الابيض وهكذا والاحمر مع عدد لانا الاحمر والاخضر مع عدد لانا الاخضر والبنك مع الوالبنك والبيربور وكذلك البلو والأورنج تمام تمام الان دائرة دائرة نعلق على touchpad style بعدها نغير ملابسنا بهذا الشكل وراح نجينا الدائرة برتقالية بهذا الشكل زي ما انتم شايفين راحت الدائرة برتقالية الان نعلق على touchpad ونسوي kill yourself طيب بعد ما ذبحنا انفسنا بهذا الشكل الان نضغط start وبعدها نروح ال line وبعدها اللي هي هذا الكلمة creator نضغط عليها بال x وبعدها اكس ثانيا يا حبايا رجعنا مرة ثانية في ال creator يا اخوان انتم لا تقدموا المقطع ولا لحظة انتم امشوا معايا في الخطوات عشان عشان يزبط معاكم وترصب معاكم المنابس هذا اسمه اللي راح اسويه موه سباك هذا زي السباك يعني كأنك انت سوت سباك وتختصر عليك مشوار طويل عشان انك تسوي سباك تمام تمام نروح عند creator هذي erase نضغط عليها بال x بعدين على اول كلمة x راح اجينا رسالة بهذا الشكل ونضغط عليها مرة ثانية x وراح يرفعنا بهذا الشكل وبعدين بيجيبنا بهذا النظام الان نضغط start ونروح online وبعدها الكلمة اللي قبل الاخير نروح choose character نضغط عليها x وبعد ذلك x والان جينا في اللي هو choose character طيب يا اخوان الآن زمتم شايفين شخصية البنت على اليسار وشخصية الولد على اليمين الآن نضغط مربع وبعدها بيجينا بتجينا رسالة بيقولنا انه راح يحذف جميع ما في الشخصية راح ينحذف كل شي في الشخصية وراح ترجع صفر تمام تمام نضغط x ونكتب كلمة delete بالانجليزي تمام يا حبايب نكتب كلمة delete بالانجليزي بعد ما كتبنا كلمة بعد ما جاء زي كده يا حبايب الآن راح نروح شخصية البنت ونضغط دائرة وراح يرصبنا في الوفلاين وبعدها الروح اونلاين وبعدها بليجيت اونلاين وبعدها اما انك تخش جيم عام اذا ما عندك احد يساعدك او انك تخش سرب رخاص اذا عندك احد يساعدك اوكي يلا انا بدخل سرب رخاص وبقى رصب وارجع لكم مرة ثم والان يا اصدقاء رصبنا بشخصية البنت ومعانا اللبس اللي احنا اخترناه في بداية المكتب تمام تمام الآن نروح عند الكاشير زي كده وندغط ساهم يمين مربع وزي ما انتم شايفين انتقلت جميع السراويل لشخصية البنت تمام الآن راح في خانة عشرين نسجل اللي هو اللبس باي اسم طيب بعد ما سجلنا بهذا الشكل الآن راح نجيب اللبس اللي هو ادد لاين الابيض مع السروال الابيض نضغط دائرة ونروح رقم سبعة وثلاثين نضغط على سبعة وثلاثين اكس وبعدها راح نختار اللي هو ادد لاين الابيض نضغط عليه بهذا الشكل اكس الآن دائرة دائرة الآن ستارت اولاين جوبز بلاي جوب وركستار كرييتد وبعدها فيلسيز وبعدها مهمة اللي هي الكروكت كب الآن جينا يا حبايب في مهمة الكروكت كب وجول معايا صديق مهند يساعدني في القليج الآن الكلمة هذي نخليها بلاير اومنت نضغط سهم يسار عشر راح ندمج عليها اللبس او اللبس ادد لاين طيب الآن نبدأ المشن بشكل طبيعي طيب الآن نروح الخيار الثلاث ونضغط سهم يمين مرة واحدة الآن زي ما انتم شايفين اندمج معنا ادد لاين مع السروال الابيض وجبناه يعني بشكل بسيط وسهل والآن يا حبايب زي ما انتم شايفين اللبس امامكم جبناه يعني بجدا يعني حاجة بسيط وسهلة بحذف شخصية بدون لا سيف وزرد ولا بدون نتكت بدون اي برامج وان شاء الله راح نجيب جميع الاضقم الباقية الآن نعليق عالتشباد ونروح ستايل اكس اس وارز وبعدها سهم يسار ونحط السماعة خلاص السماعة في محل الاسلحة اي سماعة اشتريها تمام تمام دايرة دايرة سهم فوق اكس مربع اكس وارسبن وارجعلكم مرة والآن يا حبايب بعد ما رسبنا من مهمة الكروكت كب نضغط سهم يمين بعدها مربع ونحذف اول تصميم حق الابيض مثلث اكس تمام وبعدها راح نكتب عليه وايت اللي هو اللبس الاول تمام تمام الآن نضغط دايرة وروح رقم سبع وثلاثين مرة نضغط على سبع وثلاثين الآن راح نروح نحط اللي هو ددلاين الريد بالترتيب يعني نضغط عليه بالإكس الآن نضغط دايرة دايرة ستارت اونلاين جوبز بلاي جوب ركستار كرياتد وبعدها فيرسز وبعدها مهمة الكروكت كب والآن يا اساطير جينا في مهمة الكروكت كب زي ما تعودنا هذي نخليها بلاير اوند الآن نبدأ المشن بشكل سريع عشان لا تطوليكم في المقطع طيب الآن الكلمة الثالثة هذي نضغط عليها سهم مرة واحدة وزي ما انتم شايفين جبناه الددلاين الأحمر مع السروال الأحمر والشوز برضو الددلاين الآن يا حباي بشكل بسيط نحط السماعة ونخرج من مهمة أنا قاعد أسوي لكم الملابس دي للناس يعني اللي ما تعرف أنتم سووا نفس ما أنا أسوي يعني أنا سوت لكم الملابس كلها ما بغى أسوي لبس لبسين وأقفل المقطع لا حبيت أني أسوي كل الملابس عشان نوريكم بالتفصيل يعني تمام نروح اكسس ويرز سهم يسار بعدين سهم فوق اكس مربع اكس وأرس بنورجع لكم ولا بعد ما رسبنا من المهمة الآن نضغط سهم يمين مربع ونحذف اللي هو الرد وبعدها نكتب تحت هنا ونضيفه ونكتب عليه اللي هو اللبس الددلاين الأحمر تمام تمام الآن نرجع بالدائر عشان نجيب اللي هو القرين الأخضر دائرة وروح رقم سبع وثلاثين بعد ما رحنا رقم سبع وثلاثين نضغط عليه بالإكس الآن نروح عند كلمة جرين ددلاين جرين نضغط عليه بالإكس بهذا الشكل وبعدها دائرة دائرة استارت واللاين جوبز بلاي جوب ركستار كرييتد وبعدها فيرسز وبعدها مهمة الكروكت كم والآن يا حبايب جينا في المهمة مرة ثانية الآن الكلمة هذي نخليها بلاير اوند عشان نقدر ندمج على الملابس الآن نضغط ready طيب الآن كلمة الثالثة ونضغط سهم يمين مرة واحدة والآن جبنا added line الأخضر مع السروال الأخضر مع الشوز added line والآن يا حبايب نحط السماعة وبعدها نغادر من المهمة الآن نعليق على touchpad والروح style access words وبعدها سهم يسار وبعدين دائرة دائرة الآن نرفع الجوال بسهم فوق بعدين X مربع X وأرسب وارجع لكم مرة ثانية والآن يا حبايب بعد ما رسبنا من المهمة الآن نضغط سهم يمين وبعدها مربع وبعدها نكتب green يا حبايب بعد ما كتبنا green الآن راح نحذف اللي هو الغرين حقه مثلث X الآن راح نجيب السروال الوردي أدد line الوردي مع السروال الوردي تمام تمام دائرة ونروح رقم 37 نضغط X على 37 الآن نختار البنك بهذا الشكل تقريبا يكون كل أسعارها ميتين ألف ميتين ألف ميتين ألف ميتين ألف نضغط عليها بالX وبعدها دائرة دائرة ونخش مهمة الكروكت كب start online jobs play job rockstar created وبعدها versus وبعدها مهمة الكروكت كب الآن على طول نخلي هادا الكلمة play round ونبدأ المشن بشكل طبيعي يا حبايب طيب الآن نجي راح ندمج نضغط سهم يمين خلاص والآن زمتم شايفين الديد line الوردي مع السروال الوردي والشوز الوردي الآن زمتم شايفين نعلق على touchpad وبعدها style X سوارس وسهم يصار ودائرة دائرة دائرة نرفع الجوال سان فوق X مربع X وأرص بنورجع لكم مرة ثانية والآن يا حبايب نضغط سهم يمين وبعدها مربع وبعدها نكتب عليه اللي هو البنك بعد ما كتبنا البنك يا البنك يا حبايب طيب مثلث و X عشان نحذف اللي هو التصميم حقه الآن راح نجيب اللي هو الـ purple نروح رقم سبعة وثلاثين نضغط على سبعة وثلاثين بالـ X وبعدها اللي هو الـ purple نضغط على الـ purple بالـ X وبعدها نخش مهمة الكروكتكب start online jobs play job rockstar created وبعدها versus وبعدها مهمة اللي هي الكروكتكب والآن نروح نحط الكلمة هذي بلاير اوند ونبدأ الميشن بشكل طبيعي والآن يا أساطير نروح الكلمة الثالثة هذي ونضغط سهم يمين وراح ندمج اللي هو الـ purple على طول على طول نعلق على الـ touchpad ما يحتاج نسوي أي شيء نعلق على الـ touchpad وبعدها style X Suarez وبعدها سهم يسار وبعدين دائرة دائرة ونرفع الجوال ونضغط X مربع X وأرسبن وارجع لكم الآن يا أساطير بعد ما رسبنا من المهمة نضغط سهم يمين وبعدها مربع وبعدين راح نكتب عليه بيربول بعد ما سمناه بيربول الآن يا حبايب راح نحذف اللي هو الـ purple مثلث هو X راح نجيب الآن البلو نضغط دائرة ونروح رقم 37 نضغط على 37 X والآن نختار اللي هو الـ blue الـ deadline البلو نضغط X وراح نخش مهمة الآن يا حبايب زي ما انتم مشايفين الآن نخليها هذي الكلمة بلاير اوند تمام عليها والآن نبدأ الميشن بشكل جدا بسيط وسهل والآن الكلمة الثالثة ونضغط سهم يمين وراح يندمج معانا البلو والآن يا أساطير راح نعلق على touchpad بهذا الشكل تمام لما نتنفتح القائمة نروح style وبعدها access words وبعدها سهم يسار وبعدها دائرة 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 نرفع الجوال بسان فوق وبعدها X مربع وX وأرسبن وارجع لكم مرة ثانية والآن يا أساطير نروح هنا ونضغط سهم يمين ومربع وبعدين راح نكتب عليه اللي هو blue بعد ما كتبنا بلو الآن راح نجيب اللبس الأخير اللي هو يا حبايب نضغط مثلث X على blue نحذفه اللي هو الورانج اللبس الأخير دائرة نروح رقم 37 نضغط على 37 بالإكس وبعدها نضغط على أورانج بالإكس والآن راح نخش مهمة الكروكت كاب والآن يا أساطير نروح عند هذه الكلمة ونضغط نخليها في layer on نضغط سهم يسار يعني وبعدها نبدأ المشن بشكل بسيط والآن يا أساطير على طول راح نضغط سهم يمين ورح ندمج اللي هو البرتقالي زي ما انتم شايفين دمجنا السروال مع added line البرتقالي نضغط red الآن بهذا الشكل نعلق على touchpad وتنفتح معانا القائمة وبعدها راح نروح style access worries وبعدها سهم يسار نحط السماعة وبعدين دائرة 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 ونرفع الجوال بسهم فوق وبعدها اكس مربع اكس وأرس بنوارجا لكم مرة والآن يا أساطير الآن خلاص خلصنا من جميع الملابس نضغط الآن سهم يمين وبعدها مربع ونحفظ اللي هو اللبس الأورانج ونكتب عليه أورانج بعد ما كتبنا أورانج الآن راح نحذف اللي هو التصميم حقه ورح نستعرض لكم اللي هي الملابس وإن شاء الله ما يكون طولت عليكم في المقطع يا رب طيب نضغط على اللي هي الملابس المحفوظة هذا اللبس الأساسي حقي تمام وهذا اللبس الأبيض مع الديدلين الأبيض وكذلك الأحمر مع الأحمر والقريم مع القريم والبينك مع الديدلين الوردي تمام والبيربول مع البيربول وزي كذا البلو مع البلو والأورنج مع الأورنج تمام طيب الثلاثة ملابس الثانية أو السراويل الباقي يا حبايب هذي لابد إنها يعني ببرنامج اللي هو النتكت تجيب السراويل الباقي الرصاصي والبني والرمادي وبعدها تسوي عليها نفس الشيء الديدلينات حقتها بس أعتقد إنها ما تضبط وبس يا حبابين يكون وصلت أنا نهاية المقطع فأتمنى إن المقطع نال إعجابكم والمنابس نالت إعجابكم لا تنسوني بالدعم واللايك والنشر والاشتراك وأي سؤال أو استفسار جميع الرابط في الوصف ونشوفكم في مقاطع جديدة وفي أمان الله اشتركوا في القناة